النهاردة السيد الرئيس عبد فتاح السيسي اطلع على مستجدات العمل بالمشروعات الزراعية الزراعة هي جزء من حل أزمة مصر الزراعة إذا أكلنا مما نزرع فده معناه أنه إحنا هنقلل الاستراد وهنزود التصديق سيد الرئيس النهاردة اجتمع مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والعقيد بهاء الغنام العقيد دكتور بهاء الغنام الموديل التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وكان اللقاء علشان يتابع تنفيذ نسب تنفيذ مشروع مستقبل مصر بالدلتة الجديدة وإحنا رحنا مستقبل مصر قبل كده وصورنا لكم ملايين الأفضنة وزراعة هناك بقت حلوة جدا ومشروع رهيب معدل لتنين مليون فدان طلع الرئيس أيضا على مستجدات العمل في مختلف المشروعات الفرعية داتة صلة منها مشروع السوء بالزراعية بمنطقة اللهون في الفيوم ومشروعي المينيا وبني سوفل استصلاح الأراضي مشروع سنابل سونو بأسوان مشروع منطقة الداخلية بجنوب مصر المنطقة الصناعية واللوجستية بمحور الضبعة بالدلتة الجديدة اللي هي مشروع مستقبل مصر كمان اتناقش معهم السيد الرئيس في فكرة إزاي ندعم تلك المشروعات إزاي نقدر نوفر مية الري إزاي ننشئ صوامع لتخزين الغلال والحبوب في أماكنها اتعرضت الجهود اللي بتبزل الآن عشان استخدام التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي وتطوير أنزمة الري والميكانة الصراحية ده لقاء متابعة معتاد من السيد الرئيس إنه مصر بتنفتح في مرحلة جديدة مصر بقى عندها شبه استقرار اتصادي هناخد وقت محتاجين نكمل لـ 25 زي ده وقت كده زي ما احنا مشيين الدراسات بتقول إن احنا لو نجحنا في ده هتفرق معانا جدا والوضع الاقتصادي هيتغير طيب هل هناك مؤشرات إيجابية يمكن نستناد إليها؟ أيوة منذ دقائق ومنذ قليل أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر بما اتخذته من إجراءات بما فيها إجراءات قد تكون صعبة ستنخفض معدل ستنخفض معدل التضخم من 35 و 7 من 10 على العام القادم إلى 15 شايفين نسبة قد إيه؟ 20% نسبة تضخم هتنزل دي شات السندوق السنة الجاية إذا نحنا محتاجين كلنا أننا نساعد ونتحمل الحماية الأولى لمحدود الدخل اللي قادر يعيش يعيش ويمشي حاله ويستثمر ويشتغل واللي مش قادر وإمكانياته وظروفه الدولة مسؤولة عن توفير الحماية الاجتماعية من خلال مؤسسات عديدة لديها الآن لحد ما الأوضاع الاقتصادية البطالة إيهل؟ التضخم ييهل؟ هنتنقل مرحلة تانية ترجمة نانسي قنقر